أكسب كتير بقى للجهاز الفني طبعاً بيأكد إيجادته وبيأكد امتيازه بعدم الخسارة كمان خلال الفترة اللي مسك فيها كولر الحمد لله يعني لو فيه عز خشب عشان طبعاً الحمد لله طبعاً مفيش خسارة خلال الفترة اللي فاتت دي كلها الرجل ماشي بخطة سابتة تفاوت في الأداء طبعاً نتيجة للظروف اللي موجودة من غيابات كتيرة وخصوياً مبارح أنت بتكلم على عدد كبير جداً جداً من اللعيبة ده اللعيبة الأساسية موجودة وفيه خطوط بالكامل كان الخط كله ناقص يعني لو هنتكلم على الاتنين المسكين مش موجودين والاحتياطة بتاعهم مش موجود فتنزل ناس تانية وتراهن على ناس تانية إيجادة للصفقات الجديدة اللي عملها طبعاً مجلس إدارة النادي الأهلي يعني الحقيقة يعني بشكره من هنا طبعاً الجمهور كله بشكره على الصفقات الجميلة اللي اختارها واشتراها نعم شفناها مبارح شفنا إيجادة الكولر وقلبه الجامد وهو راجل وقيع جداً جداً وثقته في اللعيب وثقته في اختياراته واختيارات مجلس الإدارة إنه بلعب ناس لأول مرة في مبارات قمة دي حاجة مش سهلة وكمان عدم تغييره على حسب المتاح عدم تغييره في تشكيله في المراكز عشان ما يلخبطش الدنيا لعب أقل تغيير في الخطوط الحقيقة ناس كتيرة جداً كانت بتتكلم وبتقول يعني خالد عبد الفتاح يلعب بكريت وهاني يخش جوه لا هو راهن إن خالد هو مقتنع به جداً جداً كما الساك ولعبه وابتدى به عشان يلعب هاني برضو في الحتة اليمين على أساس إن برضو هاني يقدر يريح معلول في حتة التكملة الهجومية ما تبقاش ناحية واحدة بس معلول ما كانش هيقدر طول المباراة إنه هو يعني يهاجم فكان هيبقى بالتبادل معاه ومع هاني يمكن لو خالد كلاب ناحية البكريت كان ممكن يبقى برضو إلى حد ما ميل للدفاع أكتر إنما هو خلاف مكانه ومن أحسن لعيب أنا شفتها مبارح يعني مكسب كبير للنادي الأهلي الحقيقة خلق عب تفتاح طبعاً مروان عطية لعيب كوي يعني كل صفقات اللي أنا عايز أقول لك كمان حاجة ومهمة جداً هي استعادة الثقة بالنسبة للعيبة وعلى رأسهم مثلاً محمد شريف محمد شريف الفترة اللي فاتت كان فيه بعض الانتقادات وكانت ما فيش توفيق شوية إنما الحقيقة يعني نزل وأثبت إنه هو هداف بالفترة وجاب جنين ولا أروع يعني واحد باليمين واحد بالشمال كهرباء كهرباء المفاجأة بتاعة كولر لأن أنت عارف طبعاً إن العيب يبقى غايب سنة ونصة عن المباريات الرسمية ويلعب يا دوبك الماتش اللي فات حاجة بسيطة وتيجي تديله في ماتش قمة بالضغوط واللي حصل